قصة النهاردة عن وفاة الأم اللي كان سنها صغير وسيبه وراها تلت أطفال محتاجين رعاية وزوج في التلاتينات لسه قدامه عمره طويل صعب يعيشه من غير زوجه وشريكة حياة وإنسانة تانية تساعده نوه يكمل رسالته في تربية أطفاله سمعنا كتير عن ستات برضو بعد ما جزها توفى في سن صغير كانت الوحدة منهم لسه بشبابها لسه جميلة زي ما هي بس رفضت الجواز ووهبت عمرها كله لولادها لكن خلينا متفقين أن أغلب الرجالة ما بتعملش كده لو تعكست الآية مش دل أنا هنقشر نهاردة لأسباب كتير جدا مش موضوعاتنا يعني مش موضوعنا دلوقتي مش أتكلم في دلوقتي لأننا بقينا قدام مشكلة أكبر بتهدد مهندس نيدر بطل قصة حقيقة النهاردة اللي زوجته اتوفت بعد ما عملت عملية تكمين مع ده وحصلت لها مضاعفات كتير وهو لسه عنده 38 سنة وعنده بنتين ووالد وبعد سنتين حاول فيها أن هو يقوم بدور الأم والأب ما بقاش قادر يكمل وشركته وشغله اتقصره ففكر في الجواز بس بنته الكبيرة رانا اللي عندها 14 سنة رفضت وقالت له عمري ما هسامحك حتى لو شلت الفكرة دي من دماغك حتى لو ما تجوزتش برضو مش هسامحك أنك فكرت في يوم الأيام ولو مجرد تفكير أنك تتجوز بعد ماما وحالتها النفسية بازت خالص لدرجة أنها بدأت تتخيل أنه هو اللي عمل لما ميتها عملية التكميم عشان تموت ويروح يتجوز واحدة ثانية ووصل بيها الحال أنها قالت له لو مش عايزني أموت سيبني أروح عايش مع تيتها بقيت مقطع تماما وعشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نقول لمهندس نادر نعمل إيه؟ أخبارك يا مالي أعمل إيه دكتور أمل الحمد لله إيه رأيك في قصة النهاردة بقى القصة دي فيها حاجات كتير قوي بس أنا يعني هبتدي من حيث وهنتهي أوكي البنت دي محتاجة علاج نفسي طبعا وأنا هتبناها هتولاها الحناية كلها والله ما ليش أنا بقصة البنت دي عندها حاجات ما تقلتش في القصة إيه بقى أولا ما فيش بنت طبيعية بتاخد الموقف ده الموقف ده بيتاخد بس هو مبلغ فيه قوي لا ممكن تكون بتحبه قوي تغيرانا عليه قوي ثانية واحنا هقول كل الاحتمالات يلا موافقا هو غلطان في حاجات تجاه البنت دي من قبل موت ما ميتها كان بيدربها ما كانش بيسيسها ويحايل أنا عريضت في القصة دايقتني قوي ده دايقني قوي فأنا عايزة أقوله أول غلطة عندك ثبت لها عندها أزمة نفسية تجاهك أن أنت مكنش بتعارف تتعامل معاه وأن أنت أدارة بتهدرب بيربي عقد وبيربي صدمات وأزمات نفسية وتحتاج ما بتروحش بأدوية بتروح بطريقة معينة في الكلام وطريقة معينة يعني بطرق تانية طبعا الدواء ما بيحلش حاجة وأنصحك ابعد عن الأدوية يعني لو أنت بتفكر توديها لدكتور نفساني أو تبقى عايز مستني رأي حد يقولك الدواء عمره ما مسحت روما من حياة بني آدم الدواء بيهدي الأعراض الخارجية للأزمة لكن الأزمة بتفضل موجودة هي هي تمام ففيه طرق تانية إنك تتعامل مع الصدمة فالبنت دي عندها صدمات من الأول من العنف اللي كان بيمرسوا أبوها عليها دي حاجة تاني حاجة إنه بداية المشكلة مش الخناقة اللي سمعتها البنت من باباها أمامتها على البنت الأولانية اللي كان حتجوزها الخناقة بتاعت الفيسبوك دي دي مش أول صدمة أنا متأكدة بإحساسي كده والله أعلم أو ما بين السطور أنا أول مرة في تاريخي معاكي أتكلم على بين السطور أنا ديما بحب أخذ الحاجة محددة بس بتكلمي كأم قبل ما تبقي كدكتور أنا داتي قضيتي البنت دي إنها في سن خطر المراحقة أصلا مشكلة في كل البيوت رعب رعب بملوش حدود وخيال علمي وحاجات يعني ودي اللي بتأسس شخصيتهم بقى يمشي عيدل ويحترع عدوه فيه هيفرد مصر كل علمي طب فخلينا نقوله إنه العنف الأسري وإنه أكيد هي حضرت خناقات أخرى أو بعض التعليقات سمعتها خلتها تشوف إنه باباها يعني مامتها ضحية يعني بنته عمرها ما هتقول ده أكيد أنت لو ديتها الدكتور عشان تعملها لعمليها عشان تنويتها كتير آه من غير ما يكون فيه دليل وهي لسه طفلة أو مراحقة فأكيد مش بسألت دليل من غير ما يكون فيه عدة أحداث أسمعت يعني حاجة استشفت منها ده يعني خلت خلت عقلها اللواعي يكون طريقة كده يشايف أبوها بيه إنه وبيحبش أمها كفاية يمكن كمان في حتة تانية إن مامتها كانت في الآخر وزنها ومش حاسة بثقة بنفسها وحاسة إنها مش حلوة زي زمان وكده فوصل إحساس معين للبنت دي إن مامتي معزبة معزبة في حياتها وإن بابايا ممكن يبص على حد تاني عشان مامتي مش هلوة أو مامتي بقت خينة ولا هي مامتها لكن عندها إنسيكوريتيز أو مش عارفات أو مش عارفات أيوة ممكن يكون مش الزوج خلص على فكرة فيه ستات يعني أنا مش بدافع بس فيه ستات فأنا متباهي هو الراجل راضي ومبسوط يا ستة أنت عالطول من عندك يشتغب نفسك ليه؟ بالضبط أو اللي قدامك راجل كرشكت بتحبيني ليه؟ بتحبيني على إيه؟ أو إنه على طول مقتنع بكده؟ ده بتبقى المش يعني بتاعي أقولك على حاجة نبتدي بقى هي ستة لا أرحمها بل سنة مضطرة أقول شوية حاجات أكتر حاجة مطمناي إنها كانت بنت خاله أو قربته فهيتقي ربنا فيها كده كده لأنه خلص من العيلة يعني آه دي من العيلة تاني حاجة إن هي دخلت الموضوع وهي عارفة بدليل إنها كانت بتبص تشوفه بيعمل إيه على الفيسبوك؟ هو في حد فينا بينسى الحب الأول الأول؟ طب خذيني واحدة واحدة أجواب على سواء سواء لا أنا عايزة أعرف أصنة بتقوليها شافته على الفيسبوك طب تعالين أول اللي تمثله هو الأعذار أنا بحلل كل الأعذار في حد بينسى الحب الأول؟ لو قصة الحب الأول دي كانت حقيقية وطلع منها تمام بس هتفضل ليها جوا حاجة هنعقبه عشانها؟ لا طبعا يا جباة طب قولي بقى قولي الناس كده أنا بقى كنت عايزة نور على الحتة دي كملي بقى أنا بقى أو بننور على الحتة دي أنت عارفة إني أنا معي النور على طول أيوة أنا كنت عايزة أخذك في الحتة دي عشان تكملي مفيش حد يا جماعة مفيش حد إنسان من دم ولحم وأعصاب هيفقد الزاكرة في علاقة حلوة أو مرة في حياته إنت لازم هيبقى عنده ممرز ما قلت له مسكين أنت صرحان فيها هي ده أوفر أكتنج من الستات يعني ده عدم مسواف الإنسانية ده عدم مسواف الإنسانية يعني الوقتي أنت مش عندك زكريات حلوة مع بابك ومامتك وإخواتك وشغالينك ومساعدينك وشغلك الأولاني وشغلك هيوافق إن أنا بيعندي ذكرة معا ثانية واحدة بس مش الزكريات دي في منها حلوة وفي منها وحش وفي منها مهين وفي منها زكريات مقبولة مين اللي حكم منها مقبولة؟ مين اللي قال؟ طالما أنا موجودة تنسى اللي فات يجيلك والله العظيمي يجيلك كل ذاكرة يعني لو هو موجود ينفع أنا أبقى بتخيل حد تاني أو سرحت بخيالي إيه الأحكام المسبقة؟ عين؟ إيه الميزان اللي بيوزن الحكم ده؟ ليه؟ هي أصلاً هي اللي ظهرت قدامه على السوشيال ميديا وإيه اللي عملت له أد ريكوست؟ كل ده ما فيهوش مشكلة على فكرة دي حاجة كل الناس ممكن تتعرض لها فريدي أنا اتخطبت ثلاث مرات وبعدين اتجوزت ثلاث مرات وعدين رح واحد منهم؟ وبعدين؟ أنا عملته أوكي؟ ما عملتش أوكي؟ إنت إزاي سمحت النفسك؟ شفت مني بوادر إيه؟ سمحت النفسي إيه؟ هي شفت منه إيه؟ بوادر إن هي تعملوا قد يعني قولي راجل في مجتمعنا غير ما فيش حد شاف بوادر حد فين القصة المجهولة دي إحنا عايزين كل ما قصة حقيقية قصة الحقيقية اللي جات لنا بنقراها وليه حتى سنجل بقى؟ دلوقتي بص يا سالي فيه أنواع كتيرة من البشر فيه ناس مش سنجل ما بتكتبش وفيه ناس سنجل ما بتكتبش وفيه ناس أول ما تبقى سنجل تكتب وفيه ناس تكتب تكتب معناه حاجة واحدة بالنسبالي بس أنا هسألك الأول بشوفي أنا مش هادي مش هادي سؤنية هسألك سؤال واحد بس يعني هو لو تجوز البنت دي أو الست دي لو كان بيحبها بعد مراته الله يرحمها ما تبقاش خيانة؟ لا ثانية واحدة الستة ماتت انتقت لرحمة ربنا راحت سيزون تاني والله كنت عارفة خليه أجاوب أنا رسا ما خلصتش الإجابة أنا رسا ما خلصتش الإجابة فكرة إن الراجل عرف بالصدفة إنها بقت سنجل بعد ممراته ماتت ولا قبل ممراته تموت معارف بالصدفة وحدة بعتتلو قاد يا جماعة ثانية واحدة ساري وحياتي عندك عسان خطري أمل لا والله أمل أنا بقولش أولا لا أنا هنا مش عشان أقول أولا لا أنا هنا عشان أحلل أنا بحكمش ممنوع ينفع يتجوزها حكم لله أنا أنا حكمي بقلبي إنه لا ما تتجوزاش طالما أنا موت يا أخي هو قال إنه أصلا مش هيعمل كده هل هو كده بيظلم نفسه؟ مازل إفتراء النسائي يعني طب أنا بقى لو موتت بقى في 2-3 هيك تتجوزه دايبة يعني هو بجد هو كان ظلم نفسه يا راجل ده مضحي وحلو الراجل ده يا جماعة الظلم يعني نمسك بقى شخصية شخصية نشرح يلا خلاص أنا عرفت معايزين أرجوك بقى يعني إيه إيه إستي عليك في الأسئلة الراجل ده اتصدم صدمة عمره وتانت كرمته ورجلته لما راح تقدم لوحده وأبوها ظلم وهذا الظلم فهو كإنسان كإنسان كراجل يا حرام أنا بحكمه على الإنسانية ده عنده ترومة في بداية حياته الراجل ده عشان ربنا كريم معاه في الإنسان لما بيبقى عنده صدمة بيقدمه حجة من الاتنين يعني بيروح في التجاهلي يروح ما يرجعش ويبقى فيكتم بقى ويبقى ويندب ويبقى فاشل ويبقى كده وينتقم ويبقى في حتة تانية وحشة ويا إما ربنا بيكرمه بيقول دايما بيرحمه ربنا بيفتح عليه ويحول الصدمة لنجاح شايف الحب بنت خاله وتجوز بنت خاله وربنا كرمه وفتح عليه وبقى غني وبقى تمام هو من جوا رد اعتباره الرجولي الإنساني الأدمي اللي تهان فيه في أول حياته لكن أكيد ده ترك جواه جرح صح لأن إحنا بشر يا جماعة ما هو قال حتى وقال لقيت فيها العوض قطر وقال هو راجل قال ما تجرح وتهان وتبهدل وتهدد والتانية دي قالت هنتحر ومش عارفة إيه وفي الآخر ربنا عوضه خير ببنت خاله والدنيا كانت ماشية كام سنة أكتر من 14 سنة أو 13 سنة يعني إيه ده القدر يعني بيجمعهم هو بقى بالصدفة زي أي حد يا جماعة نتخيل كلنا كلنا عندنا فيسبوك بنفتح بنلاقي طلبات صداقة بنشوف الطلبات بتبقاش واضحة قدامنا بنفتح بقى طلبات بنلاقي بصنا 50 طلب صداقة ففجأة لقينا من ضمن الخمسين دول حد كنا نعرفه زمان خربت بيوت ففتحنا نشوف لقناها سنجل كل دي مفيش جريمة ده فضول بشري خربت بيوت خربت بيوت ليه عندك فضول ليه وانت عاد معانا انت عاد معانا وعيالي وعاد معانا أنا أمل محسن لما بيجي طلبات صداقة لازم أفتح أشوف لو حد عامل بلوك للفروفايل لا هو قلب أفتح الفروفايل كل شوية لو حد حطت صورة هو قلب أفتحها كل شوية ومن بعد ما هي ظهرت يا مالي فهي فتح يشوف إيه الحكاية دي مش خيانة خالص يا ساني مش مرة يا مالي كذا مرة الله هو كذا مرة يعني مش خيانة لا مش خيانة لأن ده فضول فضول بشري الخيانة أني أنا أعمل في رأيي ثاني فعلا بيقولك أنه لما هي برضو بتكون يعني بتخلص علاقتها بتعمل قادل لكل العلاقات القديمة فهي ممكن تكون كان جاية خربت البيوت أنا مش ضعوب بيها دي خالص أنا ضعوب أنه هو ما عملش خيانة الخيانة كانت تبقى إمتى لو كان قبل الصداقة وكلمها من ورا مراته دي اسمها خيانة لا الخيانة الفكرية دي حسب عليها ربنا لأنه ربنا بس هو اللي شايف في الدماغ لا أنت عقلانية قوي أنا مش عقلانية أنا بحاول أكون أعمل أنا مستحملش الكلام ده ده أي غيرة مرضية لا ده دحقي يعني أنا أينفع أخوش أشوف خطيب القديم وأنا متجوزة مايصحش ربنا عوضني وحاجة حلوة لأنك القديم بعيدت لك طلب صداقة أنا بقى كسالي أنا كسالي عبد الساق لا أقول لي أنت ما قبلتيش الصداقة يا سالي عشان يكون فيه التقام بس لو هو دخل كل شوية مولي لأنه فتح الصورة بتاعته وعملت فرج على بروفايل لا مش مقبول انت بتشجع على كده؟ أنا ما بشجعش أنا مش بشجع أنا لا بشجع ولا ما بشجع هي مش خيانة قد ما هي واجع أنا بس رفضة كلمة خيانة على موقف ما هوش خيانة كده تكسر بخطري انت بتحبي الطريقة دي مولي يا جماعة بتحب المرهم كده تكسر بخطري طب يرضيك لما انت تقعد تبص علي وانا بقى غيران عليك عشان بحبك قوي ممكن ما ببصش لحد تانية غيري ايه عمل؟ مش هو اعتذر وقال لها ما يقصدش وعاد يترجع هو برضو قال لها الطريقة بتاعتك اللي اللذيذة المتمرهمة هو بيحبها وعيش معها اربعة تلاتاشر سنة في منتهى السعادة طب يعني هو عيش معها في منتهى السعادة دي توفت هو لو جوز دي انا برضو عايزة نقش الحتة دي بس قبل ما انا نجعلها سباية زي هو لو مش انسان كويس ومش صادق ما كانش بعت يعني دعين اعمل احصائية كده اللي ببعته الانواع دي من المشاكة من بعيد بطريقة علمية محيدة لمع طرف ولا ضد طرف انا عمري وشوفت قبل بالجمال ده بالمشاعر الحلوة دي بالضبط كده طب هو احنا الاهم ولا عيالنا الاهم ثانية واحدة دلوقتي هو عنده عدة مشاكل هو محتاج يتعالج ويشيل شوية صدمات من حياته سيبك منهم دلوقتي انا لما يبص على الولاد لا لا عشان دي ويفز رايح حاجات تتنقل للولاد يعني انا اللي بنقل عيالي كده اه طبعا اوكي لو هو عنده احساس بالذن باتجاه بنت خيره اللي انتقلت ده هيروح للبنات وللولادة لو هو لسه ما عندوش احساسه بكيانه الكامل من انتهاك رجلته اللي حصلت وهو عنده 24 سنة ده هيروح في اتجاهات معينة لو هو مش حاسس بالقوة الداخلية انه هو مش مزنب وانه ملقوش اي علاقة بموت مراته الله يرحمها وانه هو ضحية كل الظروف وانه هو في موقف يعني جميل جدا لو ما عندوش الثقة دي حيوصل بطريقة غير مباشرة للولادة انه ضعيف ومزنب مش انا اهم من عيالي اهم انا صحيتي النفسية عشان اعرف اديكم ما تبقوش انا نين انه دي حياتي انا لا انتوا مسؤولين مني مش انا مسؤولة منكم على فكرة هي ميلي بيقولك انا مش انا اللي بقول كده كسايلي انا ممكن اكون انا هطلع اهم احناين انا ما عرفش لسه مش اهم بس الطبيعي ان انا انا سحتي النفسية عشان اعرف اهم يا اخي على حيلي ايه هما الاهم مني عشان فا اهتم بيك وعارف انديكو ثانية واحدة بس اصدق الامومة دي غريزة الامومة دي غريزة وفطرة وبتنمو وبتتطور مع الام المثقفة بس فيه امهات يامش احنا مندي ما ندرب مثل بالقطة لو حد اقرب لعينها تاكل كل حاجة بس القطة محتاجة برضو زوج جيدة لها احنا مش قطة احنا بنقادمين بنقرأ وبنتعلم وعندنا خبرات وفي برامج وفيه توعية يعني الامومة اقوى من ان انا اقوى من اي حاجة في الدنيا اقوى من شاعر الانثة ان انا اتفرج مع حد على مو في حلو وان انا ياخد عشوة حلوة ان انا رساله السلام الا المك ثم امك ثم امك ليه يا consci Summit الاخ وبعدين في الآخر من بابا، ليه ربنا قال كده، لأن العلاقة بين الأم، الأم دي بتشيل جنين جوا بطنها، هو جزء منها تسع شهور. دي علاقة ملها الشبه، ملها الشبه، لا تقارن بشيء. لو كانت قصة النهاردة مش باش مهنس ندي، لو كانت مراته وهو اللي توفى لقدر الله، ما كانتش هتسأل وكانت هتضحي عشان خاطر عيالها. تسع وتسع، يا بصي مش عايز تقول تسع وتسعين في مية، بس مثلاً بنسب عالية جداً بدون ذكر نسب، الأم ممكن تضحي بكل حاجة في الدنيا علشان هذا الامتداد الروحي. صح. يعني أنا بحاول أوصفر يعني إيه أمومة ده امتداد روحي، ده حتة من روحي. يعني أنا ما بنده على إين يقوله وتعالى يا ابن روحي يا ابن قلبي يا ابن بطني، دي تعبيرات بتطلع مني بالفطرة. أو طب. ما سمعتهاش، ما سمعتهاش من حد على فكرة. بس هيا دي بقى التعليلاتي. لو الأم أو الأب فكروا أن هما يتجوزوا دي أنانية منهم. خالص 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 خالص. يعني بس نرجع التانية للرجل ده عشان يعمل إيه في موضوع الجواز. أيوة. دلوقتي أنت ليه كل الحق أنك تفكر أن أنت تتجوز. بس أنا هتديك نصيحة الوجه الله. في كلمة بتضيقني جداً في وداني، ما بداش أعديها كده. إيه الكلمة دي؟ أنا هتجوز عشان نجيب واحدة ربي معي العيال. إنسى الفكرة، ده بداية علاقة مش هتبقى نجحة. ممكن أقول فكرة تانية؟ ثانية واحدة بس يا ساري أقول أكمل الفكرة. ماشي. ليه بقى؟ دلوقتي أنت تقول أنا هتجيب شريكة الحياتي. يعني أنت الأول أنت تدور على واحدة توافق مع ظروفك، تفهم ظروفك، تفهم حياتك، وإنت وهي يكون بينكم توافق مشاعري وعقلي، يعني مثلاً عقلي ومشاعري خمسين خمسين. طب ولو دورت على واحدة، لو دورت على واحدة العيال بتحبها. لما ليحصل كده، دي خطوة نمرة واحد. إيه؟ ليحصل لأنا بقوله ده، خطوة نمرة اثنين، لما يحصل هذا التوافق الفكري والمشاعري والعقلاني، كله مع بعضه، نبتدي نعرف الولاد على الست دي كصديقة. ما يفعش عمل الثانية الأول؟ لا، ثانية واحدة، سهوة جماعة الخطوات بتبقى عاملة كده. لما أنا بقول للكون، لما أنا بقول للكون أنا هتجاوز علشان واحدة تربي العيال، غالباً بختار إنسانا غلط. طب ولو أنا قلت للكون أنا هختار واحدة بنتي بتحبها فأنا هحبها. هو مفيش حاجة برضو اسمها كده، أنا الأول إذا بلاقي واحدة تتوافق معي، لأنه أنا وهي لو متوافقين، الدنيا هتمشي في بقية الحاجات. ومدام والدتك عيشها، ومعرفش والدتها، والدت مراته لا يرحمها، ما ذكرهاش خالص. بس أنا بشوف إنه ما تزرعش جوه نفسك إنه في حاجة في علم النفس نظرية اسمها الإحلال أو البديل. يعني إيه الإحلال؟ لما بنفقد حد بندور على طول عقلي اللواعي بدور على بديل يحل محله. ليه؟ يعني فقدت أبويا بدور على حد في مقام أبويا، فقدت أخويا اللي أرحمه، فدايماً طول الوقت عندي مشاكل كتيرة أنا أمل محسن بسبب أنا بدي مسأل بنفسي. إنه في عقلي اللواعي نظرية الإحلال، أنا بدايما بدور على الأخ البديل، فده بيخليك أيوة حقي، بس ده بيخليكي تقعي في مشاكل كتيرة جداً. وناس تستعملك لأنك إنتي في الحالة اللي بتدوري فيها، أنا أسمع بقى الكلام ده كويس قوي، في الحالة اللي أنا بدور فيها وأنا في حالة احتياج ده اسمها تقتي قليلة وحالة ضعف. فبجذب الناس اللي تعرف تستعمل جوايا هذا الشعور بالاحتياج، فأرجوكوا محدش أبداً يعني كل واحد فقد حد فكروا كويس قوي في نظرية الإحلال دي. هل أنا بوقتي أنا قوي كفاية أن أنا أعرف أخطار؟ وأن أنا في حالة من حالات الاحتياج والضعف، فهجيب حد غلط تريليون في المية، وهتقعرض لواحدة تتحكي علي، وتستغلي مشاعري، وتمثل إنها الأم المثالية، وحتكفل سيئات عيالي بعد كده، أو تستغلي عيالي، طبعاً، وبعدين مفيش أسهل بقى من الفرشة الأولانية، اللي هو عيال هنا عروسة، هنا لعبة، هنا فصحة، هنا هدية، شكراً، دخلنا إيه؟ هي الدخلة المظبوطة، الجماعة هو بيأمنها كده، ترسم على واحدة بتعمل واحد اثنين ثلاثة، بترسمي على واحد بتعمل واحد اثنين ثلاثة، ترسم على عيال أيتام بتعمل واحد اثنين ثلاثة، آخر سؤال، رانا دي، بس أنا عايزة الحتة دي مهمة قوي، أرجوك يا سامي، إنه لو سمحت يا نادر، ما ما تختارش زوجة وإنت في حالة احتياج أو إحلال أو ضعف، هم هيرجعوا لك وأنا أنا هوصلك بيهم، أرجوكي لازم، أيض، بس أنا عايزة أسمع داتشان لو في ح أحلى يتشبه رانا عي رانا بتاعتك، خلاص، رانا خلاص، رانا وعالتها يعني هي بابها محتاجة عليك، وأكيد لازم نعود، والعيال الصغيرة المكتومة دي الأبرئ الزغنانين مش حاسين مهم في شامي في إيه، هم مش فاهمين الدنيا مش هزي، فلازم لازم نعود مع الأسرة دي، بس هي رانا اللي عاملة مشكلة دلوتي إنه رانا خست، رانا دبلت، رانا مش عايز تكلم مع حد، رانا مش عايز تاكل، فرانا نعمل معها إيه لحد ما تشوف استشاري نفسي أو لحد ما ي يسيبها تروح عند جدتها فعلا زي ما تقول عشان لو عايزني موتش ما يدغطي عليها بحاجة، ويكلمها أقول لها كلمتين، ما فيش حد بيحبك قدي، ما فيش حد كان بيحب أمك قدي، وما فيش حد في الدنيا حيكون قلبه عليكو، أنتو ولادي لأن انتو نفداد لها، أنتو جزء منها على جزء مني، أنا هعملك اللي أنت يا عايزة ده مش ضعف مني ولا أنت ضغطت علي فنجح ضغطك علي وتحت كلمتين دول تريليون خط، عشان مش كل ما نعوز نعمل حاجة، نضربها نضرب عن الطعام ونموت، لأنه ده تهديد خطر، خطر على كل الأطراف هاي بصي تعفى يعني أنا بشكرك يا أمل ونورتيني، تعرف هي هتعمل فيك إيه؟ يعني بص يا لنت شفت، موني بدأت تتعصب، أمل بدأت تتعصب، تعرف يا رانا لو وقعت في ايد أمل هتعمل فيك لعد حنيتها، على قد ما هتتعصب بطريقة عليكي، عشان التهديدات تتوجيش بالتهديد عارف أنا تعصب لي، لأن الناس بتبني حقائق، بتبني يعني قرارات مصيرية على حاجات مش موجودة، بس على حاجات مش موجودة، على احتمالات في دمخهم، فأنا دوري نحط البازل في مكانه وننور النور على المشاكل فين ونحلها الأول عشان نعرف نختار صح، أنا منفعل عشان دي بنت يتيمة، اضرب عن الطعام وسيلة سيئة جداً شكراً، تعطيها القلب، بتقطع لي قلب، اللي بنت استغلتني وتقطع لي قلب فلازم بس توري أن أنا فأساكي، بابا أنا فأسك، ما تعمليش كده، بس أنا هعملك، بس أنا فأسك، بس أنا هريحك شكراً يا موالي ونورتي، يا رب ده نورك يا سالي، يا سالي شفتي عصبتي ست إزاي ست رانا، شفتي، بس ما فيش حد كان أحن منك يا دكتور عمل، فعلاً ممكن يتكلم في موضوع ده، بس أنا، يعني الفقرة اللي جاية هختلف معك في حاجة واحدة بس قولي لي إيه هي؟ إن هو برضو هيختار اللي عياله هيقوله عليها، بس لما تكون فعلاً هي عايزة، وما شايفين هما متوفقين لو سمحتي قبل ما تقولي كده، لو سمحت سبيني أقول رأي، أنا سبتك تقولي رأي أنت تقولي اللي أنت يا عايزة، أنا هطلق منه طلب واحد، لو سمحت أعمل هولد، هولد، عارفة فيه شريط ماشي كده؟ هولد إن إحنا نريب حد جليس، وقف كل حاجة لحد ما تحل مشكلة رانا ومشكلتك عشان تعرف تختار حد صح ليك ولولادك باع دولي، باع عزة، باع عزة، وقف صح لي تتعرف أمي قربي اللي عزة؟ باع ركز، باعب عزة، هورد، pasandoت باع عزة، باع قدعي، يا عزة، ومن سبيني، تعرف أنت أنا أعاد سبيني أتعرف الأزام سبيني تأتعرف م choseي